في هذه المحاضرة سنتعلم كيفية تصميم غلاف كتاب بشكل احترافي وبمجهود بسيط أهلا بكم من جديد في البداية سنضيف الصورة الرئيسية الخاصة بالغلاف من خلال إدراج الصور ومن ثم سنضيف هذه الصورة طبعا ننوه أن هذه الصور ستكون مرفقة مع هذه المحاضرة وبإمكانكم تحميلها بشكل مجاني بعد ذلك راح نضغط كليك أيمن على الصورة ومن ثم التفاف الناس ونختار أمام الناس راح نكبر الصورة على كبر الصفحة بهذه الطريقة طبعا الآن راح نضيف الصورة الخاصة بالتصميم واللي راح تكون من قائمة إدراج الصور راح نضيف هذه الصورة ومن ثم راح نضغط عليها كليك أيمن على الصورة بإمكان أن هذه الصورة نزيحها إلى اليسار نضغط على هذه الصورة كليك أيمن ومن ثم التفاف الناس راح نختار أمام النص حتى نغير المقاس ومن ثم نجعلها خلف النص جيد الآن راح نكبر الصورة بهذه الطريقة ومن ثم راح نجعلها خلف النص من خلال نضغط عليها كليك أيمن ومن ثم إرسال إلى الخلفية بهذه الطريقة جيد الآن لا بيز أن نحركها قليلا إلى اليمين الآن راح نضيف النصوص من خلال إدراج ومن ثم مربع نص ورح نكتب وطبع راح يكون عنوان البحث أو الكتاب اللي هو الطاقة النووية راح نكبر النص ونغير الخط والحجم طيب الآن من قائمة تنسيق المخاطط التفصيلي راح يكون بدون مخاطط تفصيلي وبلا تعبئة وطبعا راح نكبر الحجم بهذه الطريقة ورح نختار توسيط لا بأس أنه ممكن نصغر الحجم وطبعا راح نختار لون الناس أبيض بهذه الطريقة وطبعا من تنسيق وتأثيرات الناس ظل راح نضيف ظل إلى النص ممكن هذا الظل جيد الآن وطبعا راح نستنسخ هذا النص ورح نضيف اسم المعد جيد الآن وطبعا راح نصغر النص بهذه الطريقة ورح نختار لون خط مثلا أزرق بهذه الطريقة طبعا راح نقلل من تباعد الأسطر بهذه الطريقة صممنا غلاف كتاب أو بحث بشكل بسيط وبصورة احترافية ترجمة نانسي قنقر